الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإننا تكلمنا في دروس سابقة عن أن المسلم يحكمه المنهج الإسلامي وتحكمه السنة النبوية في كل أحواله في عاداته وفي عباداته في يقظته وفي ابتداء منامه وفي طعامه وفي شرابه وفي خروجه وفي دخوله وفي معايشته ومعاشرته لأصحابه وأهله وإخوانه هو في كل ذلك محكوم بالمنهج الإسلامي وبالترتيب الديني الشرعي الذي يحكمه والذي رتبه له سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حينما يستيقظ في آخر الليل فيقوم يتهجد ويصلي ما يتيسر له من الصلاة ثم بعد ذلك يستعد لصلاة الفجر وبعد صلاة الفجر ينبغي له أن يشتهد في أن يحيى هذا الوقت فهذه مسائل قد يتساهل فيها الناس ونحن نقول أنها ليست بملزمة وليست بواجبة ولكنها فيها خير كبير وفيها فضل عظيم وإذا فاتت على الإنسان فإنه يخسر بفواتها خسارة كبيرة ولا أقول أنها واجبة ولا أقول أنه يأثم بتركها فلو لم يفعلها لا حرج عليه ولا إثم ولا يترتب عليه عقاب ولا يترتب عليه شيء وإنما إذا لم يفعلها فإنه ينقص من خيره شيء كثير وينقص من رصيده شيء عظيم وكان ذلك سيحصل له لو ألزم نفسه بشيء من الخير وحث نفسه على فعل الخيرات وعلى الاجتهاد في الطاعات والعبادات فإنه سينال فضلا عظيما وأجرا كبيرا ويكون له بذلك عند الله الفضل الكبير ويكتسب بذلك خيرا في الدنيا وفضلا في الآخرة ويكتسب بذلك غنيمة في الدنيا هذه الغنيمة التي في الدنيا تعود عليه بفوائد كثيرة منها ما يتعلق بصحته ومنها ما يتعلق بأحواله ومنها ما يتعلق بأمور أهله ومنها ما يتعلق بتيسير معاشه ومنها ما يتعلق بسيره في الحياة الدنيا هذا من الفوائد التي يكتسبها في الدنيا وأما التي يكتسبها في الآخرة فهذا شيء عظيم هو في علم الله وفضل الله أعظم وما عند الله أكبر وما عند الله أجل وأعظم والمهيأ له والمرتب له عند مولانا جل جلاله وعظم شانه شيء كبير شيء عظيم لا يمكن أن يعد ولا أن يحصى والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب وفضل الله واسع والله ذو الفضل العظيم لكن المهم أن هذه المسائل مسائل سهلة بسيطة يسيرة ميسرة ليست بصعبة ولا تحتاج إلى مجاهدة ولا تحتاج إلى مشقة ولكنها النفس الأمارة بالسوء فتفوت على العبد على الإنسان تفوت عليه الاشتهاد فيها وتفوت عليه الأخذ بها وتسهلها له حتى ينساها ويألف نسيانها وتركها فيفوته الخير الكبير والفضل العظيم من تلك المسائل كما قلت لكم مسائل كثيرة مما يحضرني أو مما ينبغي أن أنبه في عليه الآن هو قضية الإحياء بعد صلاة الفجر أولا القيام إلى صلاة الفجر هذا من الأمور الواجبة لا شك القيام والمحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها في أول وقتها هذا من الأمور الواجبة التي قد يتساهل فيها كثير من الناس وهذا تساهل في الواجبات لأنه إذا ألف القيام بعد طروع الشمس يكون شأنه والعياذ بالله شأن المنافقين حتى لو كان نائما لأنني كما قلت بعض الناس يعتذر ويقول أنا نائم والقلم رفع عني النائم ورفع عن الناس ورفع عني الصغير وأنا نائم فالقلم مرفوع عني ولا حساب نقول له نعم ولكنك أنت كان الواجب عليك أن تحكم الأمور وأن تستعد لما تقابله كما يستعد الطالب للاختبار وكما يستعد المسافر إذا كان مسافراً فإنه ينام مبكراً ويستعد لأجل سفره ليقوم مبكراً حتى لا تفوته الرحلة لا تفوته الطائرة أو لا تفوته السيارة إن كان مسافراً بالبر كذلك الطالب ينام مبكراً أو ينبه ويرتب من يوقظه حتى لا يفوته الدرس من أوله ولا يفوته الاختبار فيكون من الساقطين هذه أمور دنيوية نحرص عليها ونشتهد فيها والواجب علينا أن نحرص أيضاً على أمور الدينية بل هو أوجب وأعظم فالإنسان ينام مبكراً استعداداً للاستيقاظ والقيام في صلاة الفجر ثم لا يعتمد أيضاً على هذا بل ينبغي أن يرتب ما ينبه لذلك من ساعة أو من ترتيب أو من إخبار الحبيب أو صديق يعرف أنه يقوم فيقول له أيقذني رتب لي ما يهيلي القيام بأي طريقة كانت هذا أمر يرجع إلى الإنسان وإلى اتصاله بالناس أنا أعرف كثير من الشباب ومن الأحباب يرتبون مثل هذا ويتصلون بإخوانهم يقول له يا أخي أرجوك أن توقظني وأن تصنع تلفون أو تتلفن لي كما يقولون تتلفن لي أو تصنع لي تلفون أو تهاتفني أو تكلمني في آخر الليل لأجل أن توقظني صلاة الصبح ومنهم إذا ذهب إلى السفر وجاء إلى المكان الذي ينزل فيه وهو الفندق يوصي هؤلاء القائمين بالفنادق الذي يسمون بالاستعلامات يقول له أرجوك يا أخي أن توقظني لصلاة الفجر الساعة كذا هذا حرص من المسلم على ترتيب أمره ومحافظة على الواجب الذي ينبغي أن يكون فإذا قام وصل الصبح ينبغي له أن يجلس وأن يستعد لبعض الأذكار والأوراد وأن لا يبادر إلى النوم وقد جاء في بعض الأخبار أو الآثار قول الصبحة تمنع الرزق والصبحة معناها النوم في الصباح يعني بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعضهم يقسمه التصفير التصفير وهو النوم بعد صلاة الصبح فالواجب الذي ينبغي للإنسان فالذي ينبغي للإنسان والذي يجب عليه وجوبا استحسانيا لا وجوبا شرعيا يعني هذا من أمور المستحسنة أن يحرص على إحياء ما بعد الفجر بقراءة الأذكار والأوراد الواردة في ذلك قراءة المعوذات وقراءة الدعاء الوارد بعد الصبح في أول النهار ويرتب لهذا الكتب المعتمدة مثل كتاب الإمام النووي الأذكار كتاب الأذكار كتاب عظيم جليل ومثل كتاب الحافظ ابن السني الذي هو عمل اليوم والليلة ومثل كتاب عدة الحصن الحصين للشيخ من الإمام الحافظ ابن الجزري هذه كتب مهيئة من الأحاديث النبوية ومثل كتاب هذا المتجر الرابح للإمام الحافظ الدمياطي هذا أيضا من الكتب الجليلة العظيمة التي تتحدث عن الأعمال الصالحة ومثل كتاب الترغيب والترهيب أيضا هذا من الكتب المهمة على أن هناك بعض علماء أجلاء من المرشدين استخلصوا هذه الأذكار وهذه الأوراد في أحزاب وفي أوراد وجعلوها في أوراد مرتبة بحيث يقوم بها الإنسان ويدعو بها مثل ما صنعه الملك عبد العزيز رحمه الله في الوردة المصفة المختار الذي ينبغي لطالب العلم ويستحسن له أن يواضب عليه هذا ورد مستخلص من الكتاب والسنة من الأذكار الواردة في الكتاب والسنة ومثل ما صنعه الإمام عبد الله بن علوي الحداد في راتبه الورد اللطيف هذا أيضا مستخلص من الكتاب والسنة كل أحاديثه وكل أدعيته الإمام الحداد كذلك مؤخذة من الكتاب والسنة ومثل ما فعل الشيخ الإمام ملع علي قاري في كتابه الحزب الأعظم كتاب عظيم جليل محتوي على ترتيب الأذكار اليومية ماذا يصنع وماذا يقول في هذا اليوم في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار وعند الليل وماذا يفعل في هذا اليوم وهذا اليوم وهكذا مرتبة أذكار مرتبة ومبرمجة كما يقولون على الأيام وعلى الأحوال والحوادث ومثل ما فعله بعض العم المرشدين الإمام السيد عبدالله بن حسين بن طاهر في كتابه المسلك القريب ومثل ما فعله بعض الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه التي ترتبت هذا الموضوع وهذا باب طويل عظيم ما أحببنا ما نريد أن نطول بذكري لكن نبهنا إلى المصادر فمن أراد أن يأخذ هذه الأحاديث بهذه الأدعية من مصادرها فذلك بين يديه هذه الكتب عندكم عنده يأخذ من البخاري ويأخذ من مسلم ويأخذ من الترغيب والترهيب ويأخذ من رياض الصالحين ويأخذ من المتجر الرابح كما يشاء وإن أراد أن يأخذ من هذه الأوراد والأحزاب فليأخذ منها هذا حزب الملك عبد العزيز هذا راتب الحداد هذا الورد اللطيف للحداد هذا راتب السيد عمر العطاز هذا راتب الإمام أبو الحسن الشاذري هذا راتب الإمام عبد القادر الجيلاني كل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم قاموا بهذه الوظيفة واشتهدوا في ترتيب هذه الأوراد وهذه الأدعية وما علينا إلا أن نسلكها وأن نأخذ بها وأن نلتزمها فلذلك هناك مسائل كثيرة يتساهل فيها الناس ولا يعتنون بها وهي مهمة جدا منها كما قلت لكم الجلوس بعد صلاة الفجر لقراءة الأوراد والأذكار والأدعية وإذا لم يتمكن بأن كان متعبا أو مرهقا فلا شيء عليه فليرقد كما يشاء لكن لا يواضب على ذلك لا يواضب على ذلك بل قال العلماء إنه ينبغي لطالب العلم أن يجعل وقت المذاكرة التي يستذكر فيها الدروس ووقت الحفظ في هذا الوقت وفيما بين المغرب والعشاء بعد المغرب إلى العشاء هذا وقت مبارك جدا وعظيم وينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه خصوصا الذين يشتغلون بالحفظ الذي يحفظ القرآن الذي يحفظ النصوص الذي يحفظ القصائد الذي يحفظ النظريات التي يجب أن تحفظ الحفظ حفظ القرآن حفظ المنظومات حفظ القصائد مذاكرة الدروس المذاكرة بعد المغرب وبعد الفجر بعد صلاة الصبح هذا من الأوقات المهمة التي تعين على تثبيت المعلومات في ذهن الطالب التي تعين على تثبيت المعلومات في ذهن الطالب الحاصل بعد ذلك ينبغي الإنسان أن يواضب على هذه السنن وعلى هذه الآداب التي يتساهل فيها كثير من الناس ويظنون أنها خفيفة وأنها لا شيء فيها إذن عندنا أيضا كذلك مما يتساهل فيه الناس كثيرا الذكر عند النوم فإذا جاء الإنسان أراد أن ينام ينبغي له أن يذكر الله أن ينام على طهارة على وضوء يكون متوضئا ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك إذا أراد النوم يذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يقرأ بعد ذلك آية الكرسي ويمسح على وجهه وعلى جسده وينفث ويستعد للنوم فإنه إذا رأى رؤية تكون هذه الرؤية صالحة مباركة مبشرة ويكون في حفظ الله وفي أمان الله وفي رعاية الله وأن لا ينسى آية الكرسي فإن آية الكرسي فضلها عظيم وثوابها كبير وهي حصن حصين وهي أعظم آية وأجل آية والقرآن كله جليل والعظم هنا بترتيب الله سبحانه وتعالى وإلا فإن القرآن كله فاضل وعظيم لكن القضية هنا فيما يتعلق بالخصائص وفيما يتعلق بالمزايا وفيما يتعلق بالوظائف وإلا فالقرآن كله عظيم آية الكرسي هذه آية عظيمة جليلة ويكفي في فضلها وفي شرفها الأحاديث الكثيرة التي وردت في السنة النبوية ومنها قصة أبي هريرة الذي كان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارساً للتمر لتمر الصدقة يقول فكنت حارساً على التمر ففي ليلة من الليالي جئت فأحسست بأن هناك من تسرب ودخل إلى المستودع أو إلى الخزانة التي فيها التمر فدخلت إليه فوجدت يعني من سماه سارقاً فأمسك به أمسك به وبعد ذلك قال له أنا رجل صاحب عيال وأنا عندي حاجة وأنا مريض وأنا فقير وعندي عيال واخطأت فأقسم وحلف ألا يرجع على أن يطلقه فأطلقه جاء اليوم الثاني يقول اليوم الثاني استعد أكثر معلوم أن الإنسان لا يلدق من جحر مرتين إذا عرف أن هذا الباب تسلط عليه سارق أو ظالم أو متعدي يتنبه فيقولون سير عيونه عشرة عشرة فاتحين أكثر وطرد النوم وإذا بالرجل جاء ليأخذت من التمر ويسرق كما فعل البارحة فأمسك به وحلف بالله وبالأيمان المغلظة أنه فقير مسكين وضعيف وصحب عيال ولن يرجع فأطلقه جاء في الليلة الثالثة الصحابي أبو هريرة كان مستيقظاً تماماً اليقظة ومتهيئاً تماماً التهيئ وأقسم أن لا يتركه هذه الليلة ما يمكن يضحك عليه مرتين ثلاثة فلما جاء فعلاً جاء وأراد أن يأخذ من التمر يسرق فأمسكه فلما أمسكه حلف عنه قال له والله لن أتركك قال له أنا سأعلمك حاجة أحسن من مسكي وأحسن من أن تطبق علي العقاب أديك وحدة فايدة هذه الفايدة أتمسك بها وفأنا أري الحديث بالمعنى لا بالنص لأجل أن يكون قريباً من أذهال الناس فقال له سأرشدك أو سأدلك على فائدة تنفعك وتفيدك أحسن من أن تمسكني من أن تآذيني أو تعاقبني قال له ما هي الفائدة قال له إذا أويت إلى فراشك إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم تقرأها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح يعني يكون عليك من الله من يحفظك إلى أن تصبح ولا يقربك ولا يقربك شيطان في تلك الليلة قال هذه فائدة عظيمة وتستحق إنني أكافئك بأن أطلقك ولا أعاقبك وأطلقه فلما جاء في ذلك اليوم وأصبح الصباح وجاء إلى المسجد صلى الصبح مع سيدنا ومولانا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أخبره بالقصة لا لم يخبره بالقصة بل إن سيدنا صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فاجأه بالسؤال في اليوم الأول فاجأه بالسؤال هذا كان ينبغي أن أقوله في أول القصة لكن القصة واحدة متلاحقة يدرك بعضها بعضا قال له في اليوم الأول بعد ما حصلت له القصة في اليوم الأول في الصباح المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة سبحان الله يا رسول الله أنت ما كنت معنا ولا كنت جالس بيننا ولكن هو الله يطلعه هذا من باب إطلاع المصطفى على الغيب يطلعه الله على ذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول نحن ما نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى لكن الله تعالى يعلمه ويعطيه وَلَسُفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فالله سبحانه وتعالى أعطاه وأرضاه قال ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله حلف أن لا يعود وأنه صاحب عيال قال له لقد كذبك وسيعود فلذلك تنبه أكثر جاء اليوم الثاني أصبح الصباح وصل الصبح مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له في مقابلته له أول ما أرأاه ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله حلف أنه أنه وأقسم أنه لن يعود قال لقد كذبك وسيعود فتنبه أبو هريرة أكثر جاءت الليلة الثالثة فأعطى الفائدة وبيّن له فضل سورة آية الكرسي وأنها تحفظه بإذن الله وأنها تمنعه بإذن الله وأنها حصر حصين بإذن الله فقال له صلى الله عليه وسلم في الصباح ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله زعم أنه سيعطيني فائدة وأنها آية الكرسي وأنها تحفظ وأنها تمنع وأنها حصر حصين وحرز مكين فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذوب يعني هذه المرة صدقك ولكنه شأنه الكذيب ثم قال أتدري من صاحبك في هذه الليالي قال من هو يا رسول الله قال إنه الشيطان صاحبك وهو الشيطان بعض العلماء يؤول أنا لا أمين إلى التأويل وكثير من مشايخنا ما يأمينون إلى التأويل المجازي إنه المراد به شيطان يعني إنسي مؤذي لأنه شياطين الإنسي والجن مو المراد به الشيطان الذي هو الشيطان الكبير لا هذا شياطين صغار من أولاد الشيطان في مدرسته من المؤذي من بني آدم الله يحفظنا وإياكم منهم ومن شرهم فنحن ما يهمنا من هو هذا الأسير الشيطان الكبير أو من تعلم في مدرسته المهم أن نأخذ الفائدة التي هي بركة وفضل آية الكرسي فلذلك أوصيكم يا إخواني ويا أحبابي بالاجتهاد والمحافظة على الأذكار النبوية وخصوصا آية الكرسي وأختم هذا بالحديث المشهور المعروف أن آية الكرسي إذا واضب الإنسان على قراءتها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت هذه بشارة عظيمة إذا واضب على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت فهذه بشارة من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا مع العمل الصالح ومع الأسباب الأخرى التي تؤهل لدخول الجنة الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويجعلنا وياكم من المقبولين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين